السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة هنتكلم في حلقة مهمة جدا ألا وهي التهاب واحتقان البروستاتا وهنتناول خلال الحلقة دي عن التعريف بالتهاب البروستاتا وإيه هي أهم أعراضها وأنواعها وكمان إيه هي طرق ألاجها ويا ريت لو أنت لسه أول مرة تفرج علينا ما تنساش تدعمنا وتدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل على طول قبل ما نعرف إيه هو التهاب البروستاتا لازم نعرف الأول إيه هي البروستاتا دي البروستاتا دي عبارة عن غدة صغيرة موجودة وراء المسان البولية عند الرجالة ووظيفة الغدة دي إنها بتفرز نسبة من السائل المنوي وده السائل اللي بتتحرك من خلاله الحيوانات المنوية وبتعيش فيه بالإضافة إلى إنها بتساعد على طرد السائل المنوي أثناء القصف عن طريق العضلات اللي بتكون موجودة فيها طب إزاي بقى بيحصل إحتقان أو التهاب البروستاتا الفكرة إن السوائل بتكون متجمعة ومتخزنة في البروستاتا ومش عارفة تطلع وبالتالي ده بيخلي حجم البروستاتا يكبر وبيسبب ألم وطبعا يأثرلي على مجرى البول وبكده هيسبب لي أعراض سيئة جدا وطبعا الأعراض بتختلف على حسب نوع التهاب البروستاتا والبروستاتا عندي منها نوعين أساسيين هما التهاب البروستاتا البكتيري الحاد والتهاب البروستاتا البكتيري المزمن من حيث التهاب البروستاتا البكتيري الحاد فبنلاحظ ارتفاع في درجة الحرارة مع رعشة في الجسم وأعراض زي أعراض نزلات البرد بالزبط كمان بنلاحظ ألم في الغدة نفسها وألم في أسفل الظهر وأكتر علامة وميزة أن الشخص ده بيكون عنده لفة جديدة على التبول مع وجود ألم عند التبول وكمان لما بيجي ينزل البول ما بيفرغش المسانة كلها وفي الغالب بتنزل نقطة واحدة بس أو نقطتين وبتسبب له حرقان شديد جدا بالإضافة كمان إلى أن عملية القسف عند الراجل ده بتكون مؤلمة وممكن أحيانا التهاب البروستاتا يسبب حرقان في منطقة الشرج وممكن الناس تخلط بينه وبين الشرخ الشرجي أو البواسير أما بقى بالنسبة للتهاب البروستاتا البكتيري المزمن فبتكون نفس الأعراض لكن بتكون أخف شوية من الالتهاب الحاد ومنلاحظ أن الألم بيروح وييجي كل شوية كمان ممكن نلاحظ عنده نزول نقطة من الدم في البول أو السائل المنوي وفي الغالب بتتكرر عنده الإصابة بالالتهابات المجاري البولية كل فترة نيجي بقى لأسباب التهاب واحتقان البروستاتا أو إيه الحاجات اللي بتسبب التهاب البروستاتا؟ أول حاجة الإصارة المستمرة بدون تفريغ بمعنى أن الراجل بيتعرض لاستصارة بدون عملية قصف للسائل المنوي وعشان كده يفضل أن الشخص ده يبعد عن أي حاجة تسبب له استصارة ثاني حاجة الإكثار من ممارسة العادة السرية وده يعتبر سبب رئيسي لأنه كده بيضيف حمل كبير على البروستاتا ثالث سبب وهو الإكثار من عملية الجماعة لأن ده برضه بيسبب حمل كبير على البروستاتا وممكن في بعض الحالات يسبب تضخم للبروستاتا رابع سبب وهو عدم الانتظام في المعاشرة الجنسية وده ممكن برضه يسبب احتقان في البروستاتا آخر سبب وهو قلة شرب المياه لأن قلة السوايل ممكن تسبب التهاب واحتقان في البروستاتا عايزك تاخد بالك من حاجة مهمة جدا إن التهاب واحتقان البروستاتا لو ما تعالجش ممكن يسبب مشاكل كتيرة جدا أهمها إنه بيأثر سلبا على الخصوبة عند الرجالة بالإضافة كمان إلى إنه بيسبب مشكلة سرعة القصف عند الرجال كمان لو الالتهاب البكتيري ما تعالجش بالمضاد الحياة والمناسب ممكن يسبب صعوبة في التبول على المدى البعيد عشان كده لو ظهرت الأعراض دي على شخص ما لازم يعالجها فورا خلينا بقى ننتقل لأهم مرحلة في الحلقة وهي علاج الاتهاب البروستاتا أول حاجة بنديها المريض ده هو المضاد الحياة وده بنديله أي نوع من الأقراص بتحتوي على مادة السيبروفلوكسسين بتركيز 500 ميلي جرام زي مثلا السيبروفلوكسسين أقراص أو السيبروباي أقراص أو السيبروسين أو السيبروفار أو أي صنف بيحتوي على نفس المادة الفعالة بنفس التركيز وهيستخدمه أرس كل 12 ساعة يوميا تاني حاجة بياخدها وهو مسكن ومضاد للالتهاب وده يأم بنديله حاجة بتحتوي على مادة الدكلوفيناكسسوديوم زي مثلا الفولترين 50 أو الأولفن 50 ويستخدمه أرس كل 12 ساعة يوميا إلى أرس كل 8 ساعات يوميا أو مثلا تديله حاجة بتحتوي على الدكلوفيناكبوتاسيوم زي مثلا الكاتفلام 50 أو الفاستفلام 50 وده هيستخدمه أرس كل 8 ساعات يوميا أو أي مسكن تاني من نفس العيلة دي ثالث حاجة بنديها المريض ده وهو لبوس مضاد لإحتقان البروستاتا وأشهر نوع بنستخدمه في الحالات دي هو الديكونجستيل لبوس أو البروستالين لبوس وأي واحد منهم هيكون ممتاز جدا في تقليل تضخم البروستاتا والمريض هيستخدمهم لبوسة شراجية كل 12 ساعة لمدة 10 أيام آخر حاجة بنديها المريض ده وهو فوار مطهر لمجرأ البول وطارد للأملاح وأشهر نوع بيستخدم في الحالات دي هي مادة الماجنيزيام ستريت ودي هتلاقيها في الإبيماك فوار أو السيتروسيد ماجنيزيام فوار وده بيستخدمه كيس على نصف كوباية مية كل 8 ساعات يوميا فيه بقى نصايح مهمة لازم المريض يمشي عليها عشان تتم عملية الشفاء بشكل صحيح أول حاجة أنه يشرب كميات كبيرة من المية لأن زي ما قلنا في الأول أن قلة شرب المية بتسبب احتقان البروستاتا تاني حاجة ينظم أوقات عملية الجماعة بحيث أنها تكون في أوقات منتظمة خلال الأسبوع تالت حاجة يقلل شوية من الكافيين زي القهوة والشاي ويحاول يقلل من الأطعمة الحرقة وطبعا يبعد عن الكحوليات رابع حاجة ودي بقى لو الشخص ده بيسوق عجل أو هو متعود يركب العجلة كتير فإنه يستخدم كرسي مفرق من منطقة النص عشان يخفف من الضغط على المنطقة دي وبكده نكون عرضنا كل ما يخص التهاب البروستاتا وأتمنى إنك لو استفدت من الحلقة دي إنك تشعرها لكل الناس عشان يقدروا يستفادوا منها وتساهم في نشر الوعية وفي النهاية سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إليها إلا أنت استغفرك وإتوب إليك والسلام عليكم